الشرفة بنت الوقت وسيدة العبرات الثكلا والباب الأوحد حول خيالاتي ألا ترى بأن هذا النوع من الأغراض الشعرية سيطر أو هيمن بشكل أو بآخر على القصيدة الفصحى في الساحة الخليجية عامة أهم شيء الفكرة والمضمون أنا ممكن أكتب لك قصيدة فصيحة ستين بيت ولكنها فارغة لأن من يحفظ القرآن الكريم بطبيعة الحال يكون سليقيا وكما يقول الشاعر أنا لست نحويا يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب من الدموع معان تقتفي سببا وبالمجاز معان تطلب السبب الشعر ليس حمامات نطيرها نحو السماء ولا نايا وريح صبا مرافع يأتيكم في الأوقات التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر